كابتن إيهاب لسه من ثلاث أيام بس في مباراوة دية الحمد لله رب العمين أنا والكابتن محمود جابر رشحنا لعيب موليد 2005 اسمه بيدو اسمه بيدو اسمه عبدالله حسن عبدالله حسن بتقاله بيدو ده بيلعب فين؟ ده بيلعب سر دباك وفصة الملعب رشحناه وكان فيه مطش ودي النادي الإسماعيل اللي بيلعبه بني مزار الكابتن إيهاب شافه عملله عقد خمس سنين ونقلوه من الفندق الناشئين لفندق الفريد أول بص ده بكلمك في في مثلا في ساعة ونص ممتاز يعني هو بهرو اللي هو شافه أنا عايز ده ويعني يعني بكلم في تغيير اه مش يعني بديله فرصة تانية ده هو ده اسمه عبدالله حسن شهير ببيدو ببيدو ده مدافع بيلعب بيلعب سنتر هاف وبيلعب فصة الملعب هايل مباراة واحدة بس بازيان بقول حدر لك احنا رشحناه طبعا كابتن محمود جابر مدير قطار ناشئين وانا مدير فن القطاع عارفين ان هو ده شغلنا الشاغل الفترة اللي جاية انت عارفت الوقت تتقولي يا كابتن اشرف انا بسمع منك الكلام ده ببست كده وفي زكريات بتجيبني زمان انه الاسماعيلي هي ده واحدة من اهم نقاط قوته اللي بتكون النقطة القوة الاولى يعني ان انا بتاع الشباب انا اللي بطلع لعبين انا بتطلع مواهب فدي اصلا كان حاجات محروم منها برضو الاسماعيلي بعض الشيء في السنوات المضايا بس كريم عقلية النادي دلوقتي من الادارة مجلس الادارة بالكامل للجهاز الفني الفريق الاول لقطاع الناشئين كلنا عقلية واحدة النادي الاسماعيلي عشان يرجع لازم اشتغل كتير بس مهم اول ان احنا عملية الانتقاء ديت ان شاء الله قد يفتح وانها بطيدي نجيب لعيبة زي ما كنا بنعمل قبل كده كتير لعيبة صغيرة وعندنا كمان لعيبة بنشتغل عليهم الفتاة اللي فاتت ولما يبقى معاك مدير فني زي كابتن اهاب الحمد لله في صداقة بيننا اخوات وعلى طول هو عنده مثل كابتن اهاب جلال ان هو دايما علاقته دايما جيدة مع الجلال لا لا حاجة محترمة بصراحة وبعدين جريء كمان هل بالك كريم الكلام ده مسهل ان انت تاخد قرار يعني 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 مسهل الحمد لله رب العالمين اتشرف ان انا كنت مع ميدو في الفترة اللي فاتت وطلعنا عمر الساعي هايل عمر كمان اه بص على لعيب اللعيب حاجة عمر 19 سنة هايل لعيب هايل عجبني اوي وكابتن اهاب موظفه بصورة يعني كبيرة اعتقد اللعيب هو وبقيد زمايله كريم لا لا اللعيب دي كابتن اهاب بدههم الثقة وبدأوا يخبروا جماهيرهم وقفة جنبهم المباريات هتخليهم يعني مساوى تاني وهيقدروا يفريقوا مع النادي زي ما كان بيحصل قبل كده ايه زي ما كان بيحصل احنا من قبل برضو بنخش على ما احنا مندردش مع بعض وقلتني انه دايما الظروف الصعبة دي هاي اللي بتطلع نجوم عظيمة في النادي كل اللعيبة الكبار اللي لعبوا في تاريخ النادي الاسماعيلي كان يبقى في بعض المشاكل وتبص لقي حسن عبدالرب طالع احمد فتح طالع محمد محسى بوريشة طالع حمص طالع احمد الجمال طالع عبدالله سعيدة عبدالله الشحات يعني مش عايز انت حتى كل اللعيبة دي لا اعماد ايه جب من بره لك انا بكلم على دول اسماعيلي ولاد النادي اه دول ولاد النادي يعني الظروف عمر السلية طبعا عمر السلية طبعا مالحيب كبير اللعيبة دي الظروف هي اللي خليتهم لعب ولعبوا صغارين بسبب جرائط المدربين اللي هي دلوقتي موجودة كدتنا هيا ما عندوش مشكلة خالص راجل بيشتغل بتكلمش كتير هو والجهاز بصراحة ربنا انا متواجد وموجود معاهم عشان كده في البداية خالص الناس كان يتقلقنا قلتلهم ما تلقوش احنا عندنا مشكلة اه في نواقص في بعض الاماكن سكوادنا مش احسن حاجة لكن كمان عندنا حاجة هتعوض وهي وجود الكابتن اهاب جلال استقرار فني غير طبيعي شغال بشكل قوي جدا فترة فاتت هو وجهزه هيعمله فرق واعتقد الحمدلله رب العمين لا باين واعتقد اللي جاي الاسماعيلي الاسماعيلي يا كريم تتابع المطشاط هيفرق معي كلما يلعب هتلاقي لا الدنيا تبقى احسن حد النهاردة كان قاعد معايا شغال يعني موجود في احد الاندايا يعني في جهاز ثاني في احد الاندايا قال يا باختو اللي يلعب الاسماعيلي دلوقتي ما يلعبوش بعد كم مطش طبعا يعني تلحق الاسماعيلي دلوقتي لو عايز تجمع نقطة من الاسماعيلي تلحق دلوقتي بس بعد كم مطش هو بس قال الاسماعيلي عامل كده طالع فهيبقى خطر جدا على ايه منفس الفترة هي دي الحقيقة زي ما بقول معهم مدارب كبير بيعرف يلم فرقته ازاي مكتشف وبيبص وبيشوف وبيشتغل هتلاقي اسماء داخل الفترة اللي جاية لعيبة مصر كلها محدش يعرفهم قدل يوبو طاودين في النادي الاسماعيلي فعشان كده انا بتكلم ان تتابع المطشاط لا هيبقى يعني يخلي اسماعيلي في حتة ثانية ان شاء الله